موسيقى حياكم الله يا شباب وشابات في برنامج شلون يقدم لكم بنك إيلا جزء من مبادراته لدعمكم وانتوا في البيت حلقتنا اليوم تتكلم عن شلون نكتب سيرتنا الذاتية نكتشف شلون تطور التصدير الذاتية عبر الزمن وطريقة كتابتها في 2020 مع ستوديوننا التحليلي واخر شي بنجاوب على الأسئلة اللي انتوا طرحتوها لا تنسون عطونا فولو وسبسكرايب ومتحمسين انشوف كومنتاتكم خلنا نرجع لسنة 1482 من هو ليناردو ديفينشي احنا نعرفه كأشهر الرسامين في آخر 500 سنة بس تدرون النهوة اللي اخترع سترة الغوص صمم أول مدرعة حربية تدرون انه هو أول واحد يكتب سيرتها ذاتية وهذا السي في مالة شوفوا ش حلاوتها خلنا نروح لسنة 1500 ميلادي كانوا الأمال ينتقلون من قرية إلى قرية في يدهم هالسيرة هذي اتعرف عن مهاراتهم وفايداتهم حق المكان اليدي طريقة السيرة كانت كالرسالة لها مقدمة ولها اسلوب في طرح المهارات والخبرات اللي ممكن اهم يستفيدون منها واذا سرعنا شوي الى 1930 بنلاحظ ان السيرة الذاتية تغير شكلها من السيرة اللي انا كاتبها الى الملاحظات اللي كاتبتها المؤسسة اللي انقابلتني الى 1950 السيرة الذاتية صارت الوثيقة الرسمية اللي المؤسسات توظف من خلالها قاموا الناس يتفننون في السيرة الذاتية قاموا يضيفون اهتماماتهم وحواياتهم على اساس يروون صورة اشمل لشخصياتهم حق المؤسسات هاي الكلام في الستينات واحنا اللي حين قاعدين نتساءل اذا نحط هواياتنا ولا لا في السيفي وصلنا الى التسعينات والانترنت تغير حياة الانسان بشكل مو طبيعي عطا الفرصة انه يتواصل مع العالم اول اعلانات الوظائف ابتدت سنة 1995 وابتدت المنتديات والمواقع توفر خدمة التوظيف للشباب الى 2003 اتقنت شركة لينكتن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي في عالم المهن والتوظيف وكعادة الشباب يحبون يتفننون في سيراتهم الذاتية قاموا يدخلون عناصر الفيديو واشياء ثانية في سيراتهم عشان يوصلون البروفيشنل براند مالهم للمؤسسة بس في حلقتنا اليوم بنركز على سيرة ذاتية تقليدية مع بهارات 2020 جاهزين؟ لاحظوا الشعور اللي انت حصلون هدية حلوة ومعتبة ومغلفة حسسنا اننا طايرين من الفرحة وفي عالم ثاني بس شوفوا الهدية اللي حصلت السنة شلون؟ فيه تشيز برادة نفس الفكرة نطبقها في سيراتنا الذاتية اذا كتبناها بطريقة حلوة ومغرية بتزيد من فرصتي اننا حصل الوظيفة كتبنا لكم بعض المواقع تساعدكم في تصميم سيراتكم الذاتية شوفها في الديسكريبشن تحت اهم ثلاثة اشياء نحتاجنا برزها في السيرة الذاتية هي الخبرة المهارات والمؤهلات وين اشتغلت شنو درست وشتعرف تساوي العناصر الثانية مهمة بس مو باهمية اللي فوق ممكن نضيفونها في السيرة الذاتية من اتكم نرحب فيكم في استوديونا التحليلي عندنا ثلاثة اشخاص مقدمين حق وظايا في بنك إيلا وبنحلل سيرات كل واحد فيهم ونبي اراءكم تحت ونبتديها بتحليل سيفي امينة خالد كشكل عام سيفي امينة عادي الفونت اللي تستعمله لكم عليه يبيه لشويه يتكاشخ والزين ان اسمها واضح فوق مع معلوماتها الشخصية والتواصل وضحت لنا جنسياتها وهي نقطة مهمة عندنا في المنطقة بس المعلومات الثانية مو وايد مهمة ممكن تأثر سلبيا على تقديمها اذا المؤسسة تحتاج اي معلومة زيادة اي هي اللي بتطلبها تحتاج تشتغل على الاسبلينج لانه مأسا امينة عندها خبرة خمس سنوات وهالخبرة تستاهل تكون فوق التعليم الاحسن تبتدي باخر وظيفة بعدين تبتدي تروح بالتساسل حق الوظائف القديمة حبينا انها وضحت مهام العمل اللي قاعدة تسويه بس يبيه لتروينا حجم العمل وهذا المثال ممتاز لانه يعطي فكرة عن جودة شغلها المهارات اللي كاتبتها زينة ومفيدة اذا هي مقدمة حق وظيفة في الاشعار بس كلش ما تساعد اذا تب تقدم حق اي قسم ثاني حيالله فاطمة شا السيبيل حلو وتجذاب يمكن للانوان لتعور العيون بس الصراحة في مجال كبير انه بانك إيلا يحبونها لان اسلوبها شبابي نوع الوظيفة اللي قاعدة تدور عنها واضحة والتصميم يبين هالشيء تحتاج فاطمة تكتب تفاصيل خبراتها بصيغة بوليت بوينت لانها وايد أسهل للقراءة الواحد يحس في قصة في رحلتها ابتدت كإنترن ووصلت لسوشال ميديا مانجر كلها مع نفس المؤسسة يعني اقدر اعتمد انها تتم معاي مدة طويلة وما بتروح لأي فرصة ثانية تطلع لها وسلوبها في شرح مهاراتها جميل بيوصل المعلومة بطريقة سريعة بس سؤال تقييمها مبني على شنو؟ قاعد تقارن نفسها بالناس اللي حواليها؟ او هذا تقييم شخصي؟ اوه يه 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 ماجد شا السي بي اللي اذكرت؟ اهنقك على سي بي شكله مرتب وخفيف على القارة توضيحك لخلفيتك وتوجهك في الويب ديفاليبر وايد يساعدني عشان اعرف في اي قسم اوديك واخليك تشتغل فيه البروفايل ماله حلو وغير على المعتاد عشان انطوره شوي ممكن تشاركنا انجازاتك بتوضيحك كم ويب سايت وااب اشتغلت عليهم عادي تفتقر بس ماهم اذا شي يسوي وزين كاتب لنا شهادات احترافية ومو صاف لنا اسماء محاضرات وندوات بس شاركت فيها خربتها يا ماجد في الانترست نادر انك مثقف وتحب تتعلم وايد اشياء واهتماماتك كثيرة بس شوي شوي علينا بدل ما تكتبهم ورا بعضه كفقرة ممكن تقلبهم نقاط يفضل ثلاث الى ست نقاط مو عشرين السيفي الوحيد من بينهم اللي رواني عنده رفرنسيس مراجع ممكن اكلمهم بس نصيحة اكتب عشان تكلمك المؤسسة وتعطيهم المراجع المناسبة لان المؤسسات بتكلمهم وانت تحتاج تهيئهم حق هالشي نشكركم على متابعة ستوديونا التحليلي وان شاء الله نشوفكم في حلقاتنا الجاية مع السلام هوا خلاصنا الحين بنجاوب على الاسئلة اللي انتو طرحتوها اللي يميز سيرتك الذاتية ثلاث اشياء الشكل خبراتك ومهاراتك والكلمات اللي تستعملها في البحرين تقدر تشتغلوا عمرك خمسة عشر سنة السيرة الذاتية مو بس حق الشغل بعد تقدر تستعملها حق دراساتك اللي بتدرسها بعدك لا لا اذا المؤسسة تحتاج شهاداتك وهم بيطلبونها منك عدد الصفحات مو مهم المؤسسات بيقرون سيرتك الذاتية من 6 الى 15 ثانية خبراتك خبراتك يعني اي خبرة عملية سويتها سواء كان حصت فلوس او بعد اعمالك التطوعية رحلتنا اليوم تكلمت عن السيرة الذاتية وشلون تطورات مع الزمان حللنا سي فييات 3 اشخاص مقدمين على وظيفة من خلال استوديوننا التحليلي ونتمنى اننا جاوبنا على كل الاسئلة في فقرة سين وجيم مشكورين على متابعتكم وان شاء الله نشوفكم في حلقاتنا اليومية ولا تنسون عطونا فولو وسبسكرايب وكمانتاتكم تحت اشتركوا في القناة